بعث رئيس مجلس الشيوخة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وفي برقيته أكد رئيس مجلس الشيوخة أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن مشيرا إلى أن المصريين أظهروا خلالها وعيهم بما يحاك لهم فخرجوا جميعا ضد قوى الظلام والشر لردها خائبة على أعقابها وإنقاذ الوطن